الوزير المنتدى بلدى رئاسة الجمهورية المكلب بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وطهايا الحرب جنرال بشارة إسجاد الله وبرفقة القاعدة العام للقوات المسلحة جنرال إبراهيم محمد السعيد وعدد من ضباط الجيش الشادي قاموا بزيارة إلى مدينتي الدفا وملان فاتوري النجريتين وذلك بحدث في تفقد أحوال الجنود الذين أصيبوا في المعارك الأخيرة مع جمعة البوكو حرام محمد الأمين أحمد من أجل رفع معنويات قواتنا البواسل ومؤزرتهم والوقوف معهم جنبا على جنب جاءت زيارة الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بشارة إسجاد الله برفقة القائد العام للقوات المسلحة وعدد من ضباط قوات الدفاع والأمن إلى مدينة الدفا النجرية حيث استقبلهم حاكم إقليم جيفا محمد لوالي وعقب استقبالهم الحار توجه الوفد بزيارة تفقدية إلى المستشفى العسكري لمدينة جيفا حيث يرقد عدد من جنودنا البواسل الذين أصيبوا في المعارك الأخيرة مع جماعة بوكو حرام الإرهابية الوزير المنتدب لدى رئاسة الجمهورية المكلف بالدفاع الوطني والمحاربين القدامى وضحايا الحرب بشارة إسجاد الله ذهب إلى هناك من أجل الوقوف ميدانيا مع الجنود بهدف رفع معنوياتهم والشد من أزرهم لتحقيق رسالتهم الأمنية المنشودة كما زار الوفد المقابر العسكرية بجيفا حيث جثث جنودنا البواسل الذين لبوا نداء الرب بعد العملية الانتحارية التي قام بها إرهابي بوكو حرام الوزير والوفد المرافق له قدموا تحية إجلال لهؤلاء الجنود الذين استشهدوا في سبيل جلب الأمن في دولة نيجر في إطار القوات المشتركة بعد دولة نيجر توجه الوزير والوفد المرافق له إلى دولة نيجيريا وتحديدا مدينة مالا فاتوري حيث المعقل السابق لجماعة بوكو حرام والتي حررتها القوات المشتركة بقيادة تشاد ومن خلال اللقاء الموسع بين الوزير المكلف بالدفاع الوطني والقائد العام للقوات المشتركة وضباط أفراد الجيش المتواجدون هناك حيث أثنى الوزير على العمل البطولي والمهني الذي قامت به قوات الدفاع والأمن في الميدان وأكد لهم بأن حكومة الجمهورية والشعب واقفون معهم لتحقيق الأمن والاستقرار أما القائد العام للقوات المسلحة إبراهيم محمد سعيد من ناحيته ذكر أفراد الجيش بأن يكونوا يقضين وحذرين في أي وقت لأن العدو له عدة أساليب في المباغذة لتحقيق مآربه ومن خلال هذه الزيارة أكمل الوفد زيارته التي شملت هذه المناطق المتاخمة لحوض بحيرة شاد بي هذا الخبر لجنيدنا البواسل ننهي الأرض السابعة أشكركم على حسنين تباه والمتعب والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته